الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين المشاهد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أنت قلق من شيء ما لدرجة أنك لا تستطيع أن تنام؟ هل أهمك شيء ما من أمور الدنيا؟ هل تخشى شيء ما؟ هل تخاف شيء ما؟ أعطيك الدواء من صيدلية رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكفيك في يومك وليلتك اقرأ آخر آيتين من سورة البقرة نعم اقرأ قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نعم هذه وصية نبوية جليلة نطق بها أصدق الخلق صلوات الله وسلامه عليه فقال صلى الله عليه وسلم من قرأ بآخر آيتين من صورة البقرة كفتاه في يومه وليلته كفتاه ما أهمه كفتاه ما أغمه كفتاه من شر كل شيء وقيل كفتاه قيام الليل فانظر أخي الكريم كيف أنه بهذه الوصية النبوية الجليلة يكفيك الله عز وجل ما أهمك وما أغمك بل قد يرفعك الله عز وجل بها درجات في الدنيا والآخرة فاللهم نجملنا بأخلاق رسولك صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر